التقى وزير البترول كريم بدوي مع رئيس تنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هيني سومبل ورئيس تنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطع الخاص وبحث الجانبان تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في إطار دورها المستمر منذ عام 2008 لدعم قطع البترول المصري والمساهمة في تحقيق التطوير والتحديث المنشود حيث تمويل المؤسسة سنويا الهيئة المصرية العامة للبترول لتأمين جزء من مشتريات الزيت الخام والمنتجات البترولية